بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير صباح الفلة او مساء الفلة على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتبعني روتين جديد النهاردة وبقى ايه هنعمل حاجات كتير اوي زي ما انتم شايفين كده خلاص السرير وصل اقتنعت بكلامكم لما قلتولي يا هيبة لازم تغيري شوية المكان دي عندك حاولي يتوسعي طب وهوسعي زي يا جماعة هيدي الحيطة يعني ولا هعمل ايه فاللا انا فكرت فيه اللي انا اشتري سرير وبالفعل اشتريت سرير زي ما انتم شايفين كده النجار بيعمل فيه بقاله تلات شهور اخيرا افرج وجاب لي السرير زي ما انتم شايفينه كده الخيمة بتاعته حلو انا عملته عند النجارة عمولة ما اشتريتهوش لو كنت عايزة اشتريكه انت نزلت على طول باب الخلق او نزلت المناصرة الاماكن اللي هي بتبيع الموبيلية بس حبيت اللي هو يبقى عمولة لاني دورين فدورين دوت هيبقى محتاج اللي هو الخشب بتاعه يبقى زين اه فعملته عند نجار في الحلمية اللي عارفين بقى الحلمية هيبقى عارفين اه فين في الحلمية في في مزلقان سيمة واهبي اخر المزلقان دوت جنب او او قابل كوافير قنبل قديم تمام كده اه زي ما انتش شايفين الدنيا مقلوبة وبالفعل السرير يتركب خلاص والولاد بقى اه كانوا اجازة النهاردة بس راحوا درس فاستغلت فرصة الدرس واللي هم مش هيبقوا موجودين ونركب السرير اه وخلاص خلصت السرير زي ما انتو شايفين كده مشان ركبته النجار ربنا يبارك له ركب السرير اه وخلصت كل حاجة وزبطنا كل حاجة زي ما انتو شايفين كده بس الشقة بقى تدرب تقلب يلا بينا بقى نشوفها نعمل ايه وربنا يقوينا اه عامل لي المولال اللي فوق للسرير اللي فوق مرقمها يعني كاتب كده اه واحد اتنين تلاتة الحرف الثمانية اه وحرف الفي فمعنى كده اللي هي فوق واللي تحت مش كاتب عليها حاجة معرفش ايه السبب بس يعني ده الواحد وده الواحدة اه هو كل مساحة من القوضة شوية لكن اه غصبا عني يعني مش بقراط لان السرير اللي كان محطوط الاول دوت متر لكن السرير دوت متر وعشرين ففي اه عشرين سنتي زيادة عن مساحة القوضة انا عارفة المكان دايق اه بس هنعمل ايه برضو هقول الحمد لله ربنا يوسعها علي وعليكم يا رب شكله حلو عامل لي بقى الحتة اللي فوق دي اسمها ترابزين اه علشان خطر محدش يقع بعد ما خلصت بقى خلاص وفرشنا كمان البطني المرتبة لسه فوق هجيب مرتبة حطيت فوق ايه حطيت الكارتونة بتاعت دي فريزر وحطيت كمان بطنيتين وحطيت اللحاف اخيرا لقيت استخدام للحاف من ساعة ما اتجاوزته هو اللحاف عندي ما استخدمتوش خالص مش بحبه اصلا يعني اه يلا بينا بقى نزبط مع بعض الشقة ونشوف فيها ايه بصوا زي ما انتم شايفين كده لو حاجة بس الكركبة الشقة كلها بتتكركب شلت المكتبة من على الترابيزة لاني كان كنت حتى في دماغي اللي انا اشيل الترابيزة اصلا فلما رميت بقى شوية كركيب كده محترمة كده حبيت اللي انا خلاص استغنى عنهم غمضت عنايا وانا برميهم والحمد لله الدنيا راقت وبقت زي الفل كمان هنمسح بقى الترابيزة ونزبطها مع بعض ونخسلها وهيبقى كله تمام والحيطان طبعا مش نسيها انا عارفة اللي الترابيزة متدمرة وشكلها يعني اه مش حلوة لكن الازاز اللي عليها اللي هو سيكوريت اه ميخليها حلوة فانا هحاول على قد ما اقدر الحتة الخشب اللي هو باين ده هحاول اشوف له حل بس مش النهار ده يعني لما انزل طبعا لضرب البرابرة او انزل الاماكري اللي بيبيعوا فيها الحاجات اه اللي هي بتستخدم الخشب والاماكري والحاجات ديت والدهانات هحاول اجيب اي حاجة من هناك كده ازبطها طبعا منا صبنتها وانا بنشف وراها يعني ايدة على ايد بتساعد يا جميع في الوقت دوت امكة طبعا بتساعدني ما ينفعش اللي هي توقف من غير ما تساعدني هي بتدهول الدنيا بس باسيبها بصراحة عشان خاطر اه هطاها الطعاية وهديني لأ تبقى قدام عنايا وبتعمل معايا احسن ما اكون انا مشغولة بحاجة وهي برا بتعمل نايبة وبتعمل نسيبة وانتو عارفين الاطفال يعني يوسف بقى في الوقت دوت خلصت يعب مني وقعد يرجع كتير اه وصخني جدا فقلت له بقى كفاية عملت لكم بيت ينسون ويسبتو بقى يريح كده شوية وكل شوية مستمر في الترجيع تقريبا خد برض اه امبارح ولا حاجة معيني امتقلة لهم بس برضو اه جوحش قوي بعد ما خلصنا الترابيزة هنعمل مع بعض الحيطة هنا بقى منا عايزة تفرش اه مشمع كده على الترابيزة يا حبيبتي فيها ايه ما الترابيزة ازيزة هنلمحها بعد ما انخبر لأ هتتوسخ فاسبتها براحيتها عايزة اقول لكم ان المشمع ده حلوة قوي ده المشمع ده بتاع الاكل بتزيل الجريد يعني ايه هيبة للناس اللي ما تعرفش طبعا يا جميع انا عارفة اللي انتو عارفين كل حاجة وفاهمين كل حاجة ده رول كده بيتباع اه مشمع بتفرشيه على الارض او بتفرشيه على السفرة او على الطابلية اه بتاكل عليه وبعد كده بتليمية رمية هو عبارة الرول كده بيتباع عند الرجل خمسة متر بتمانية جنيه بس عايز اقول لك اللي هو قاعد معايا فترة طويلة او لحد دلوقتي مخلصة وبناكل كل يوم يعني با اكتر من خمسة متر انا حسن لهو اكتر من خمسة متر وفيه بقى الرولي التخين او اللي هو كمية كبيرة بسبعة وعشرين جنيه في فواصل بين المتر والتاني يعني آآ عاملين لك فواصل كده زي البكرة المنازيل بتشديها كده وتفرشيه هو آآ اللي انا فرشاه دلوقتي ده مقصومة اتنين يعني لسه بيتفتح كمان واحدة تانية لان العرض عرضين بص الفرق بقى بين الحيطة اللي احنا صبناها والحيطة التانية في فرق طبعا انا استعملت الباور في الحيطة علشان خاطر في آآ كتابة ما كانتش راضية تطلع خالص فاستعملت ليها الباور بس خلي بالك لو انت هتستعمل الباور لازم الحيطة بتاعتك تكون متبيضة كمبيوتر علشان خاطر ما يحصل لهاش اي حاجة ويبقى انا السبب مساح تبقى تحت الكمبيوتر كده علشان هرجعه تاني مكانه ونشوف بقى ورانا ايه تاني الشقة تقلبت بطريقة فضيعة يلا حطوا لايك بقى اللي بيتفرج عليا حطوا لايك لو انتوا بتشوفيني الاول مرة ما تنسيش تحط اشتراك وتفعالي الجرس هنعمل بقى الجنب التاني اللي زبنشة اللي مننا بتعمل بيها دي خشنة جدا يعني اا مش بينفع لنا استخدمها في الموعين اا جبتهم على اساس اللي انا اعمل بيهم موعين لقيتها مش حلوة خالص كانوا تلاتة مع بعض بعشرين جنيه اللي اونها حمرة بس نعش فما بتبتنيش كده خلاص الدنيا بقت نضيفة وزي الفل وحطيت بقى انا المكتبة اللي هي بتاعت اللي كانت محطوطة الاول على الكمبيوتر حطين فيها اللعب حطيتها تحت السرير عقبال ما ايه اعلق التلفزيون وبحطها تحت التلفزيون كده بتبقى شكلها حلو اكناها جيب سمبوردي يعني نضحك على نفسينا شوي دي كده اللعبة بتاعت مننا حطيتها لها هنا طبعا انا وريتها لكم في فيديو المشتريات قبل كده وقلت لكم 8 هكام هسيبها لكم في فيديو هسيب لكم فيديو المشتريات ده في صندوق الوصف ان شاء الله بصوا الدنيا عاملة ازاي عايز اقول لكم اللي انا رميت اللاعب كتير اوي اللاعب متكسرة حاجات كتير حاولي على قد ما تقدري فيك ركيب عندك امي وزعيها لما بيكون فيك ركيب الدنيا بتبقى زحمة اوي لكن طول ما هو البيت رايق كده وزي الفل هتلاقي مفيش زحمة خالص من ناحية الكراكيب وكان عندي ده بديب كتير اوي كده وعريس كتير اوي والله العظيم اديتهم لوحدة كده سكنة عندنا عيلا صغيرة كده يعني اقل من منا شوية بتشوفها بتلعب بحاجات كده ما يتلعبش بيها اصلا فانا ديت لها وديتها الشنطة بجد فرحت بيها اوي يعني ممكن حاجة تكون عندك انت مش مش يعني مش حاسة بامتها اا لكن ممكن حد تاني يستفد بيها طبعا الحيطة اللي انا اتهزقت بسببها وايه القرف دوت الحيطة متشغبط عليها في ايه يا جماعة هو بزمكوا يعني ما ما عندكمش اطفال بتشغبط على الحيطة شغبطت على الحيطة وانا ما خدتش بالي فيها ايه يعني هتنضف وبالفعل هي نضفة وبيت زي الفل مش كل حاجة كده نعمل عليها كانشانة كده ونزعل بعض بسبب كلام فاضي يعني حطيت بقى في الميكرو ريكس ماردتش احط حاجة ترغي علشان خاطر خلاص مش عايز اقلمي صابون ولا عايز اقلمي حاجة لاني فعلا تعبت جدا من ساعة ما الولايات صحي الصبح كتساة عشرة من ساعة الدرس الحد الليل دلوقتي خلاص حوالي الساعة ثمانية بالليل آآ واحنا بنعمل في في الشقة وعملت غدا وعملت اكل وزبطت كل حاجة بجدة عدة جدا فكان لازم اللي انا اعمل بمية وكرو ريكس بس ماردتش احط اي حاجة عايز اقول لكم كمان اللي الشرشوبة بصوا بقت متدمرها بتنضف ازاي بتنقعها في شوية كرور ابيض بتنضف وبتبقى زي الفل وهوراهالك المرة الجاية واحنا بنعمل الروتين هقول لك الشرشوبة دي اللي كانت متوسخة المرة اللي هو دي طبعا شلت من هنا بقى السجادة وفاضل بقى شوية كراكيب كده برضو هنزبطها مع بعض ونروأ مع بعض الدنيا ونمسح تحت الكراسي وكمان نشيل التراب اللي عبره فيعة والحاجات البسيطة اللي هي بتاعت ادوات المطبخ والادوات الدكتور والحاجات اللي هي اللعب بتاعت الاطفال دي هي دي اللي بتدعبك الدنيا وبتخلي الدنيا زحمة قوي بصوا اول ما بشيل بس الكرسي بلاقي تحت سلي يعني انا لسه عاملة والله العظيم يعني لو فاكرين انا كنت مزبطة الدنيا دي يوم الخميس اه لما الولادة عملوا معايا الحاجة اهي الحيطة ندفت وبقت زي الفل يا جماعة مفاش اي حاجة خالص اللي فيها دوت اللي لونه بني مطرح اليدين بتاعت الكراسي لما كنت بسندها على الحيطة خلاص كده زبطت الدنيا وفرجت السجادة كمان بعد ما مسحت الارض وفرجت فوقيها المشية وهنا كمان خلصت برضو كل حاجة وشلت السجادة وكنست لاني انا بخرج على برا مش بشيل كده وخلاص لأ بخرج كله على برا وزبطت الكتشهات وكمان مسحت المطبخ ومسحت الحمام وزبطت كل حاجة والدنيا بقت عندي تمام ومية فل وعشرة طبعا لسه ضرفة المطبخ ما ترجبتش يعني زي ما انا قلت لكم الفيديو اللي فايت بصوا كله تمام السجادة بتاعت منا بس انا غسلتها لاني يوسف رجع عليها غسلتها وخلاصها على الحبل حطيت مفارش كمان على الترابيزة وكله بقى كده اه حسيت براحة نفسيا اللي البيت راق اه رميت اه شوية حاجات ووزعت شوية حاجات بس حسيت اللي فيه فرق اجامد جدا بين الاول وبين دلوقتي اه سرير واخد مكان كبير لكن العيال مستريحين وربنا يوسحها عليها وعليكم يا رب دي موكة كده نايمة فوقها هي بتتفرج على الموبايل والدنيا بقت حلوة وجميلة وزي الفل طول ما انت شايف الحاجة قدامك حلوة وجميلة وبتبستي نفسك بيها بقى اقل الامكانيات وربنا هيرضيك خلاص جده بقى ندفل انوار ونخرج بقى بقى بره الفرشة مش مكانها هنا ودي الادوية اللي انا اديتها ليوسف اديته دوة ترجيع دوة سخنية متوليوم بتاع الترجيع وبروفلين بتاعي السخنية هنولهم بقى الابجورة دي كده شوية ونخرج بقى بره نشوف هنعمل ايه خلاص بقى انا دلوقتي مضطر هي اقفل الكاميرا واروح اخد بقى دوش سخن كده لاني فعلا تعبت قوي خلاص بعد ما خلصت بقى وخلصت كل حاجة عملت كوباية لبن بالقرفة وهعود اشربها بقى لاني خلاص اليوم بتاعي كده خلص وخلصت نفسي وزبطت نفسي وخلاص كده يعني قدت واجبي النهاردة مية في المية يلا بقى لو انت بتتفرج علي الاول مرة ما تنسيش تحط اشتراك حبيبة قلبي ما تنسيش اللايك بتاعك عايز اقول لكم اللي انا احتمال كمان ساعة انزل السوق يعني احتمال كده الجوز يتصل بيه هو راجع من الشغل لاني كنت اقيله لانا محتاجة طلبات كتير قوي